أغرب حاجة هتشوفها لإعادة التدوير في العالم في الطايلند بيعيده تدوير عبوات اللبن مخصوص عشان تتحول لبلاط ويتحطت الشارع في البداية خالص بيبتدي تجميع عبوات اللبن من الوجبات المدرسية بعد كده العبوات دي بتتنيل المصنع والمصنع بيبتدي يدخلها على جهازها عشان يقصعها قطع صغير بعد كده بتخش على مكينات عشان تبصل ورق العبوة وإزالك بعدها الكلام ده كله بيخش على مصانع المناجيل والورق المقوم وبيبتدي ينقله البلاستيك على مصانع عبوات التدوير بعد كده بيدخل على مكان مخصص لطحن البلاستيك وتحويل الفتاة بعد كده البلاستيك بيخش على مرحلة الشطف واللي عندله مكان مخصص وبيبتدي يشتفوه عن طريق المياه بعدها البلاستيك بيخش على مكان مخصص لتسخين البلاستيك وبيبتدي يدفوله دهانات عشان خطر يتناسك في النهاية بيخرج لك البلاستيك على شكل عجينة لدينا ومعمولة عبارة عن خطوة بعد كده العامل بيقطع فيها واحدة واحدة ومش بيقطعه وخلاص لبيحطها على الميزان عشان كل قالب وليه ميزان بعد كده بياخد البلاستيك اللي وزنه ده بيحطه على قالب مخصصة عشان تطلع لك شكل قالب الثوب وعشان ده ده يستحمل العوامل الجوية بيستطيع يحطوه في المياه في النهاية بيخرج لك قالب